لم يعد الامر سهلا امام الجلسة الحاسمة التي تحدد مصير اختيار رئيس الجمهورية فبعد ان ارتفع مؤشر الاحتقان السياسي بين قطبي المعادلة الاكبر في البرلمان بات التوقع الحذر نتجة تمسك الاطار التنسيقي بشروطه بما يعني تشكيل الكتلة الاكبر مع الطيار الصادري صاحب الصدار في عدد مقاعد البرلمان اذا الاختلاف والخلاف السابق ارتفعت وطيرته مع اقتراب موعد جلسة الحسم التي طال انتظارها بعد تأجيل وتأخير لكن ثمت عقدة في منشار البرلمان ايضا عند تحذير اخصائي المناقبة البرلمانية من عدم اكتمال نصاب الجلسة المقبلة نتجة غياب الاتفاق الصادري التنسيقي في اهن معا اما بيضة القبان التي وصفها المستقلون لانفسهم وهم بالفعل كذلك في حال تعويض غياب الاطار او عدم مشاركته لا طالما ان امر الاتفاق لم يحسن بعد فهو الخيار الاخير لتحقيق النصاب ذلك الذي يحدد مسير الانتهاء من مرحلة اختيار الرئيس المستقلون الذين اعلنت منهم كتلة عراق مستقل مشاركتها في جلسة التصويت على انتخاب الرئيس نقطة مهمة ايضا يتحدث بها المستقلون عن حقهم في المشاركة بتسمية رئيس الوزراء المكلف وهنا تحديدا يرى سياسيون ان دعوة الصدر للمستقلين بحضور الجلسة يأتي في اطار الوطنية المطلقة تماما يتطابق النهج الوطني مع مبادئ نتائج اجتماع قادة الاطار بمنزل زعيم طيار الحكم عمار الحكيم لانهاء حالة الانسداد السياسي وانتاج عملي على طريق بناء العمليات السياسية اشتركوا في القناة